استقرار على الأجواء تدريجياً خلال الأسبوع الحالي التفاصيل بعد قليل البسطامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو أسعد اللوقاتكم بكل خير متابعين في الأردن نهار اليوم تأثرت المملكة بالتيارات الغربية الرطبة خلف المنخفض الجو الذي ابتعد عن المملكة على شكل غيوم منخفض أيضاً أجواء ضبابية وزخات من الأمطار تركزت خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى خلال الساعة القادمة أي خلال ساعة ليل السبت على الأحد يتوقع أن تستقر الأجواء تدريجياً لكن يتشكل الضباب في المناطق السهلية على أن يستقر الطقس بشكل كامل خلال يومي الأحد والاثنين مع ارتفاعات واضحة على درجة الحرارة نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمى الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح اندفاع كميات من الغيوم المنخفضة خلف المنخفض الجويل الذي ابتعد بعيداً عن المنطقة هذه الغيوم المنخفضة عملت على تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأيضاً هطول زخات من الأمطار تركزت خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة خلال الساعة القادمة يتوقع أن تتلاشى تدرجياً هذه الغيوم المنخفضة وتقل كمياتها في سماء المملكة لكن تبقى الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات من الأمطار خاصة خلال ساعة الليل الأولى نذب الآن ونستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام القليل القادمة واعتباراً من يوم السبت يوم السبت وقال مملكة تحت تأثير الكتلة هوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجو الذي تأثرنا به يوم أمس تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام يوم الأحد تستقر الأجواء بشكل عام تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع قليلة تصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام وتواصل ارتفاعها يوم الاثنين لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام وبالتالي يوم الاثنين سيكون مناسب للخروج في رحلات بسبب الأجواء المستقرة وأيضاً الارتفاع على درجات الحرارة لكن بالرغم للارتفاع على درجات الحرارة يوم الاثنين إلا أن الأجواء ستكون باردة نستبيا تستدعي لبس معاطف أثناء الخروج من المنزل نذهب الآن للعاصمة عاما وتوقعات الجوية لهذه الليلة تسود أجواء أو تميل تدريجين الأجواء للاستقرار لكن لا يمنع هذا هطول بعض زخات الأمطار الخفيفة خاصة خلال ساعات الليلة الأولى خمس درجات مئوية كحرار مقاسة المحسوسة أيضا خمس درجات مئوية رطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية خفيفة السرح نبقى في العاصمة عاما وتوقعات الجوية الثلاثة يام القادمة يوم الأحد استقرار تام على الأجواء تفرق لبعض الهيوم منخفضة 13 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 16 درجة مئوية يوم الاثنين تستمر الأجواء متقرة ارتفاع على درجات الحرارة 14 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 8 درجات وتواصل ارتفاعها يوم الثلاثاء 17 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 10 درجة مئوية بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم الأحد تعود الأجوال تستقر لكن تنتجر كميات من الغيوم منخفضة في المنطقة الشمالية إربط 16 إلى 8 عجلون 16 إلى 8 أيضا جرش 17 إلى 9 والمفرق 17 إلى 7 درجات مئوية المنطقة الوسطى أيضا تنتجر كميات من الغيوم منخفضة الزرقاء 17 إلى 8 البلقاء 14 إلى 6 عمان 13 إلى 6 مأدوة 15 إلى 7 والبحر 22 إلى 14 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 15 إلى 7 طفيلة 13 إلى 6 الشوبك 11 إلى 4 معان 18 إلى 7 والعقبة 23 إلى 15 درجة مئوية المنطقة الشرقية الأزرق 19 إلى 8 الصفاوي 18 إلى 8 ورويش 19 إلى 7 درجات مئوية إلى هنا تنتج نشرتنا بداية أسبوع موافقة للجميع للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة